مدارس الطالب الذكي القرآن حياتنا نحو جيل إسلامي أمثل بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقاؤنا الثاني في مادة العلوم للصف السابع الفصل الدراسي الثاني الوحدة التاسعة الدرس الأول درس القوى دعونا نبدأ درسنا اليوم بهذا السؤال ما هي القوى ما هي القوى تؤثر القوى على الأشياء ولكننا لا نستطيع أن نراها فقط نشعر بها أو نرى تأثيراتها انظر الصورة هل ترون أي من أنواع القوى هنا؟ إنها صورة لصندوق موضوع على الأرض هل هناك أي قوى هنا؟ تعالوا لنرى نعم توجد قوتان يؤثر الصندوق على الأرض بقوة لأسفل كما تؤثر الأرض على الصندوق بقوة لأعلى هل ترى هذه القوى؟ بالطبع لا ولكن يمكن أن تشعر بها متى؟ متى نشعر بالقوة؟ عند وضع يديك أو يدك بين الصندوق والأرض في هذه الحالة ستشعر بألم نتيجة الضغط الناتج من تأثير القوتين إذن هنا لا نرى القوة ولكن نشعر بها في حالة وضع اليد بين الصندوق والأرض شعورنا بالألم هو دليل على وجود القوة والآن ما هي الطرق التي تؤثر بها القوة على الأشياء؟ هناك طرق تؤثر بها القوة على الأشياء فلنبدأ بهذه الصورة ماذا ترون؟ مغنطيس ومسمار وسهم هذه الطريقة تسمى السحب حيث يؤثر المغنطيس على المسمار بقوة سحب وتتجه هذه القوة إلى المغنطيس لأنه مصدر قوة فينجذب فينجذب المسمار إذن الطريقة الأولى السحب السحب ننتقل إلى الطريقة الثانية التفع تعالوا لنشاهد هذه الصورة عرب التسوق وامرأة انظروا هنا امرأة تدفع عربة التسوق إذن المرأة أثرت على العربة بقوة الدفع والآن الطريقة الثالثة الدوران هنا في هذه الصورة عندما تبدل أو تدوس على الدواسات تؤثر القوة هنا تؤثر بقوة الدوران على هذا الجزء من الدراجة الهوائية إذن الطريقة الثالثة الدوران انظر الصورة هنا تؤثر القوة على القوس بالشد بسحب القوس السهم إلى الخلف فينطلق السهم إلى الأمام الشد الشد هنا نؤثر على القوس بقوة الشد وهي الطريقة الرابعة من طرق تأثير القوة على الأشياء والآن تسمية أسهم القوة ماذا يعني هذا العنوان؟ تسمية أسهم القوة سهم القوة يوضح لنا القوة سهم القوة يوضح لنا اتجاه القوة هكذا هذا السهم نجده في الصور يوضح لنا اتجاه القوة كما شاهدنا في الصور السابقة والآن هناك أيضا وظيفة للسهم هنا يوضح أمرين السهم هنا لاحظوا في الصور يوضح أمرين ما هما غير اتجاه القوة أيضا يوضح السهم الجسم الذي تؤثر عليه القوة الجسم الذي تؤثر عليه القوة فلنرى هنا ما هو الجسم الذي تؤثر عليه القوة؟ أحسنتم نعم إنه المسمار هل ترون أنه ينجذب نحو المغناطيس؟ إذن هو الذي تؤثر عليه القوة فلنرى الأمر الثاني يوضح لنا سهم القوة الجسم الذي ينتج القوة هناك منتج للقوة ومن تؤثر عليه القوة فلنرى ما هو الجسم الذي ينتج القوة؟ أو مصدر القوة هناك المغناطيس في هذه الصورة الجسم الذي تؤثر عليه القوة عربة التسوق والمصدر أو مصدر إنتاج القوة المرأة هنا هي المصدر فتدفع العرب إلى الأمام وفي هذه الصورة انظروا السهم دفع الحائط للسلم الحائط الحائط يدفع السلم بقوة فاتجاه القوة أن القوة تنتج من الحائط وتؤثر على السلم الآن هذا ما نستفيد منه من تسمية أسهم القوة نستطيع أن نقرأ اتجاه القوة والجسم الذي تؤثر عليه القوة والجسم الذي ينتج القوة ملخص الدرس تعرفنا على ما هي القوة تعرفنا على الطرق التي تؤثر بها القوة على الأجسام تطرقنا إلى تسمية الأسهم ولماذا نقوم بتسمية الأسهم بالنسبة للقوة والآن فلنطبق ما تعلمناه في درسنا اليوم في الأسئلة الختامية لدرس اليوم السؤال الأول اذكر الطرق التي تؤثر بها القوة على الأشياء السؤال الثاني ارسم أسهم القوة لتوضيح تأثير إحدى القوة واتجاهها الجسم قد تؤثر عليه أكثر من قوة أريد؟ أو المطلوب في هذا السؤال إحدى القوة واتجاهها والآن ها قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة